يومين من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين وهجوم غاشم يؤكد طول الوقت أننا في حاجة لوقفة قوية للسيطرة على الأوضاع في فلسطين وأنه التنديد والاستنكار مش هما أبدا الحل قوات الاحتلال في الآخر انسحبت من جنين مدينة جنين الفلسطينية بعد ما نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة من سنوات واستمرت 44 ساعة أصفرت عن خسائر كبيرة جدا في صفوف الفلسطينيين يعني حتى الآن بنكلم عن استشهاد 12 فلسطيني وإصابة أكتر من 120 شخص منهم اللي في حالة حرجة ده غير كمان نزوح أكتر من 3000 فلسطيني خارج المخيم خسائر بشرية وخسائر مادية كبيرة جدا أكيد هيكون لها تأثير كبير على الحياة في مخيم جنين اللي بيعيش فيه حوالي 14 ألف فلسطيني في مساحة صغيرة لا تتعدى نصف كيلو متر مربع الحياة حاليا في المخيم بدون كهرباء بدون مية بتخلينا دايما عايزين نعرف أو نتساءل ده هيتكلف قد إيه لإعادة الإعمار وقت ومجهود ومال مئات الأسر بلا مقوى بعد ما اتهدمت بيوتهم بسبب القصف الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أعلن عن قتيل واحد في صفوفه وقال في بيان له النهاردة أنه هيشن غارات على قطاع غزة ردا على السواريخ اللي أطلقتها حركة حماس أما الخارجية المصرية فأكدت من بداية الهجوم رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة وحذرت من المخاطر للتصعيد الإسرائيلي المجتمر ضد الفلسطينيين اللي بيؤدي في الآخر لتأجيج حالة الاحتقان بين الطرفين وكمان بيقضي على المساعي المبذولة من جانب مصر وشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة ممكن دي كانت آخر التطورات في جينيين اشتركوا في القناة